السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايها بصرف اندي من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين التحديث جديد وهو تحديث ممتاز جدا والتحديث كنا منستنى من قبل يعني تم الحديث عنه واليوم بتقدر الان تثبته هذا التحديث لمتجر جوجل بلاي متجر جوجل بلاي هو عبارة عن متجر بنزل منه التطبيقات كلها بشكل رسمي من الاندرويد كل جهاز اندرويد بياخد تطبيق جوجل بلاي ما بيفتح معك جوجل بلاي الا لما تعمل حساب جوجل او بتسموه حساب الجيميل عشان يفتح معك وتنزل التطبيقات اللي بدك اياها التحديث هذا في ميزات جديدة وفي اعادة ضبط او ضبط جديد ممكن انت تضبط هذا التطبيق كونوا معنا لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب عشان يصلك كل جديد وخليني نشوف التفاصيل ورجعنا لكم جديد صلو على سيدنا محمد الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الان لما نيجي على متجر جوجل بلاي ونيجي على هي ضغطة طويلة زي هيكة في عنا معلومات التطبيق وتطبيقاتي معلومات التطبيق هذا الاصدار اللي امامك شايفه هذا اخر التحديث او هذا التحديث اللي احنا بدنا اياه الان كنا هننزل ان شاء الله لو اجينا الان على تطبيق جوجل بلاي جوجل بلاي لو اجيت هن في عنا الالعاب وفي عنا التطبيقات التطبيقات الآن في عندنا حاجة جديدة بيتم إصدارها أنه أنت أي تطبيق بيجي له تحديث بدل ما أنت تدخل في الداخل وتشوف التحديث بيظهر لك فوق هنا في الأعلى وبيقول لك أنه هذا إلو تحديث أو هذا إلو في أي حاجة جديدة وكمان بنلاقي حاجة تانية ممكن نقول لك كمان في حاجة مقترحة هاي في عندك إعلانات مقترحة لك في عندك هنا كمان عندك فيه كمان ممكن يكون تطبيقات إليك كمان مقترحة وفي عندك تم التحديث الآن إيش يعني تم التحديث الآن؟ يعني هذه التطبيقات تم تحديث حديثا يعني هذه التطبيقات مش شرط أنه تكون نازل عندك لكن بيقول لك أنه هذه تم تحديثها الآن لو دخلت على واحد منهم مثلا هتلاقي أنه ممكن أنت كمان تسبته وتم إصدار إليه تحديث جديد ولو دخلت في إعداداته هتلاحظ أنه تاريخ التحديث 17-7 يعني التحديث جديد طازة يا سماك ينفرفر في الشبك إذن هذه ميزة كويسة أنه أنت هي بتعرفك في أي تطبيق تم تحديثه حديثا في متجر جوجل بلي طيب لو جينا على الألعاب هتلاقي فيه عندنا حاجة جديدة أجد فيه عندنا الألعاب الأكتر تقييما يعني بيقول لك أنا فيه عندك ألعاب أكتر تقييما وإعلانات كمان مقترحة يعني شو إعلانات مقترحة لو دغطت عليها هذه الإعلانات المقترحة يعني عندك فيه اللي هو تطبيق مقترح إليك سبت وزب الدكية هاي لعبة مثلا صراع الممالك لو جبنا جهاز آخر هتلاحظ أنه هذا الجهاز بنحدث كمان هنا مكتوب محتوى يهمك هنا إيش بيقول لك يتوفر تحديث هاي طلع يتوفر تحديث يتوفر تحديث لو دخلت زي هيك يعني تحديث مع إيش بتثبته وعندك هنا أيضا الأساسية اكتشف على المهم هنا تطبيقات المحتوى اللي أنت بهمك وهنا عندك إعلانات وهنا عندك الأحداث الجارية في ببجي مثلا موبايل وهي مقترحة لك يعني في عندك حاجات حتى فيديو هات هذه تشتل تلقائي يعني لو دخلت على الفيديو هتلاقي الفيديو هايو بيشتغل من وين طبعا هيكون من اليوتيوب ليش؟ لأنه جوجل كله تابع لبعضه لليوتيوب جوجل بيقول لجوجل بلاي كله تابع لجوجل وفي عندك هنا ميزة يش بقول لك يمكنك التحكم في التشغيل التلقائي للفيديو في الإعدادات يعني تدخل إعدادات بتخلي الفيديو يشترل تلقائي او ما يشتغل. هاي هو مثلا هنا ممكن تتشغله او تخليه يشتغله حالة القائزة فيديوهات اليوتيوب. نفس الشي. هاي كلها فيديوهات. هاي الموسم الخامس. هاي عنا هنا اللعبة التانية والتالتة والرابعة وكل الحاجات اللي بتهمك. في حاجة هنا اسمها الفئات. هاد الفئات طبعا هي موجودة من الاول. فيها امور كبيرة. استراتيجية. العاب. العاب كلاسيكية. الغاز. يعني انت مثلا مثلا بدنا الغاز. طلع هاي الفئات بدنا الغاز. الان بيجيب لك كل ما يخص الكلمة اللي انت ضغطت عليها. هاي الالغاز. كل تطبيقة. مثلا بدنا هذا. بتعمل تثبيت. وتقييمه بتلاقيه في المكان هذا. هاي عندك الغاز. واحد بيحبش الالغاز. رجع. مثلا بده صباق. بده كلمات. متقاطع. وليش كلمات هذه. هاي كلمات. يعني انت حسب مزاجك بتلاقي كل حاجة موجود في جوجل بلاي. وايضا اذا عندك اطفال. هاي هذا الركن. هذا الركن للأطفال. بتنزل التطبيقات للأطفال اللي عايزها. مثلا عندك الالعاب. الاكتر رواجن. هذي الالعاب الاكتر رواجن. اش طلع علي. وفيه عندنا فئات. ممكن انت تدخل على الفئات اللي قبل شوية شوفناها. وتشوف مثلا انا بحب الالعاب الكلاسيكية. هذي الفئات الاكتر رواجن. لو مشيت زي هيك. في ميزة جديدة مثلا. اللي هو فيه عندك هنا ميزات جديدة. تمام. وهان عندك اهم التطبيقات المجانية. لو ضغطت عليها تلاقي فيه الاكتر مسلا تحقيقها للارباح. هاي تطبيقات هذي. مفصل. اشي مفصل. الان لو واحد قال طب انا كيف احصل على التحديس هادا اللي فيه الميزات هدي الجديدة ولا حاجة. شايف الصورة تبعتك اللي موجودة هان? طبعا هادا اشعار او هادا الاشعارات. لو ضغطت عليه. هانا فيه عندك بيكون اشعارات. بس هانا بيكون اشعار وراح. لو ضغطت هنا على صورتك الشخصي. هطلع هزي الجيميل او حساب جوجل. فيه عندنا هنا عشان تعمل الحين طريقة تحديسه. بتيجي على الاعدادات. بعدين في عندك لمحة متجر جوجل بلاي ونسخة الاصدار. بعدين بتيجي هنا تحديس متجر بلاي. ايش هيقول لك? سيتم تنزيل اصدار جديد من متجر جوجل بلاي. هادا طبعا مش محدس. هاي الان هينزل لي ايش التحديس الجديد. اضغط ضغطة. معلومة التطبيق. الان شايف رقم عشرين هذا هيصير خمسة وعشرين. هادا رقم عشرين لازم يصير خمسة وعشرين. الان مع التحديس الجديد. نرجع علي تاني. هاي جوجل بلاي ضغطة طويلة معلومة التطبيق. اذا هذا التحديس اللي احنا بدنا. شايفينو هذا التحديس? هذا التحديس هو اللي انا بالدية. هذا الرقم لازم يكون عندك. بالطريقة اللي انت شفتها. في عندنا اعداد مهم لازم تعمله في جوجل بلاي. هتيجي على الصورة تبعتك. وهتيجي على الاعدادات. وهتيجي على اعدادات عامة. في عندنا هنا ميزة. تحسين. تحسين عمليات تثبيت التطبيقات. يرسل هذا الاعداد بيانات الى جوجل. بشكل اقصى من التطبيق التي انت تستخدمها. ما يطيح لجميع مستخدمي جوجل بلاي تثبيت التطبيقات وفتحها وتشغيلها بشكل اسرع. فانت الان بتفعلها. فعلي هذه الميزة. عشان انت لما تفعل لما تنسبت التطبيقات. هيكون فيه سرعة في تثبيت التطبيقات من خلال هذا الاعداد. في عنا شغلة اعدادات المفضلة او الاعدادات المفضلة للشبكة. لما تضغط عليها هيجيك انه انت كيف تنازل التطبيقات. بيجيك هنا سؤال. على اي شبكة يعني قد يتم تحصيل رسوم يعني ممكن يحصلها من البيانات او الواي فاي. فانت خليها على اعداد الصح. الواي فاي عشان ما يستهلكش فلوس من بطاقتك او من البيانات. وعندك هنا تحديث التطبيقات التلقائي اضغط عليها عبر الواي فاي نفس الشي. وتشغيل الفيديوهات اللي حكينا عنها قبل شوي. تشغيل الفيديوهات تلقائيا تشغيل الفيديوهات تلقائيا عبر شبكة الواي فاي فقط. هيها. تشغيل الفيديوهات عبر شبكة الواي فاي تلقائيا. تشغيل الفيديوهات تلقائيا في ايش? اي وقت. المنخلل في النص او عدم التشغيل. ايش بريحة انت. فانت خليها مسلا تشغيلها وتقول له حسنا على الواي فاي. في عندنا هنا المصادقة. اضغط على المصادقة بيقول لك طلب المصادقة لعمليات الشراء. لجميع عمليات الشراء التي تتم عبر متجر جوجل بلاي بتضغط هيكا. وبتكون عملها في اول واحدة عشان لما انتشتري شغلة اياه ما المصادقة عشان ما يكونش في عندك اختراق او اشي. فخليها لكل او لجميع عمليات الشراء التي تتم عبر جوجل بلاي هذا الجهاز. وبتقول له حسنا. وفي ايضا عندنا الاشعارات. لو ضغطت على الاشعارات في عندك الحساب. ارسال اشعارات اليك عن الرسوم القادمة. عن الرسوم القادمة او المشاكل. وتوفرت اذا توفرت تحديثات. خليها انفعلك. وهنا ايش فيه شغلة? بقولك اكتمال التحديث لما يخلص التحديث. ارسال اشعار عند الانتهاء من تحديث التطبيق. حسب ما بداك. انا ما بحبش عشان بيكون واحد فاتح صفحة بيجي صفحة تفتح بيتعوج عليك او يعني هي خلاص بيتمزك. فخليها زيك. وهنا في عندك العروض والاعلانات ازا حبي زي ما انتو شفتك بشو ارسال اشعارات عن عروض يحتمل ان تعجبك. فعلها ازا انت حابب. وهنا ازا بدك تسجل مسبق في بيتا ارسال اشعارات عن توفر امكانية التزييل المسبق في امكانية جديدة يحتمل ان تعجبك. فانت ازا بتحب البيتا والتزييلات بتفعلها زيك. وفي عندنا كمان شغلة مهمة اضغط ضغطة طويلة على تطبيق جوجل. بلين في عنا حاجة اسمها تطبيقاتي. اضغط على تطبيقاتي. بوديك في مكان هذا. بقول لك هنا لم يتم العطور على اي تطبيقات ضارة. تم فحص تطبيقات تما فحص تطبيقات. تم فحص اللي يعني الحماية. هي فحص الحماية من هذا المكان. تفحص في تطبيقات ضارة ولا اشي. التطبيقات التي تم البحث عنها مؤخرا هذه. تمام. ارجع. تتوفر تحديثات 47 تحديث في انتظار التثبيت. اضغط عليها. هذه كلها بدأ تحديث. شايفين كل هدول؟ بدهم تحديث. فانت بتقول له تحديث الكل. والان بيبدأ او بيبلش يحدث زي ما انت شايف. هذه المنطقة مهمة جدا بالنسبة لفحص الفيروسات والتطبيقات الضارة. شايف المنطقة كيف هذه بيتم كيف حركة انها شغالة. بقول لك هنا انه انت استخدمت 151 جيجا من ازمالي اللي هو الجهاز ال 241 يعني 250 جيجا. وهذا ما كان لدينا يا غليين. كل واحد يعمل تحديثة مرجيتك كيف الطريقة. ونلتق ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.